بسم الله الرحمن الرحيم محدثكم طه علي الصباغ بسم الإلكترونيك كولية هندس الإلكترونيات جامعة نينوح من خلال هذا البرنامج رح أعمل قويز امتحان يومي إلى الطلبة ومن خلال هذا الامتحان رح أصلح الامتحان بشكل إلكتروني ومن ثم رح كل طالب يعرف الإجابة مالتو على حد دون الإطلاع عن نتائج زملاء الطلبة رح أكبس على الدرس اللي خلاله رح أبدأ أعمل السؤال ورح أجي إلى كلاس وورك أكبس عليها وأختار من create quiz assignment رح أكبس على quiz assignment رح يمفتح لي صفحة للامتحان رح في هذا المكان أكتب امتحان اثنين مثلا في هذا المكان ممكن أن تكتب شرح للطالب ورح أكبس على blank quiz رح تمفتح لي صفحة فيها الأسئلة التي تريد تكتبها أول شيء ضروري أنه تعمل من خلال هذا الكويز تعمل جزء من امتحان لمعرفة اسم الطالب فبدل multiple choice رح أختار short answer وفي هذا المكان أكتب الاسم الثلاثي رح أختار required حتى الطالب مجبور أنه يكتب اسمه إذا خطأت ممكن أنه تكبس على delete ورح أضيف سؤال آخر مثلا اختيارات اختيار الأول مثلا رح أكتب القسم حتى تعرف الطالب بأي قسم رح أختار multiple choice مثلا قسم الالكترونيك والاتصالات الحاسبات السيطرة أيضا رح أجبر الطالب أنه يجاوب الآن رح أضيف سؤال ما هي عاصمة مصر وأنطي multiple choice القاهرة وبيروت والرياض إذا أريد التصليح يكون بشكل تلقائي رح أكبس على هذا الاختيار وأضع درجة لمثلا خمس درجات وما هي عاصمة مصر رح أختار القاهرة رح تكون إجابة بشكل صح وdone سؤال آخر والجواب رح يكون الأكسجين الآن أكملت الأسئلة رح أخلي درجة أيضا لسؤال الثاني من خمسة وكملت الأسئلة الآن قبل ما أخرج ممكن أن هنا من خلال هذا المكان تضع صورة معينة للكويز ممكن أن تتلون بعض الشغلات من خلال هذا المكان ممكن أن نشاهد الصفحة التي ستظهر إلى الطالب الآن ضروري أن ندخل على setting من خلال setting ضروري أن تختار limit to one response حتى الطالب من حقه أن يجاوب إجابة واحدة فقط فضروري أن تختار هذا هذا أيضا جدا مهم في هذا المكان هذا الاختيار يجب أن تحوله إلى الاختيار الآخر إذا كان عندك امتحان لماذا؟ لأنه في هذا المكان مباشرة من يكتب الطالب الإجابة مالته مباشرة سوف يرى النتائج وهذا ليس صحيح فنحن نختارها بعدين ورح أكبس على رح أغير هذا إلى قوز رقم 2 مثلا وأرجع إلى الـ class إلى هذا المكان قوز رقم 2 لا زال في حالة draft الآن رح أجي أضع الدرجة رح تكون من 10 أريد أثبت موعد للمتحان إمتى ينتهي المتحان ممكن اليوم بعد ساعة أو ساعتين ممكن يكون بعد يومين وتختار الوقت أيضا الساعة التي تكتبها فتثبت آخر موعد للتسليم وفي أي ساعة ممكن الأسئلة تحددها إلى طالب معين أو إلى كل الطلاب نحن رح نعمله إلى كل الطلاب وتعمل أصين الآن رح يذهب السؤال مالتك إلى كل الطلبة هذه هي صفحة الأستاذ رح أطلع منها وأدخل إلى صفحة لطالب الطالب إجاء السؤال امتحان اثنين ونكتب له تاريخ طلع له التاريخ اللي آخر موعد للتسليم وبأي ساعة رح يجي الطالب يفتح هذه الصفحة ويشوف الأسئلة هنا مثلا رح يكتب الإيميل مالته هنا رح يكتب اسمه القسم رح يختار قسم الإلكترونيك إذا تلاحظون لا الاسم ولا القسم أن وضعت عليها أي درجة في حين هنا الأسئلة اللي رح ياخذ عليها درجات ما هي عاصمة مصر رح نجاوب هنا إجابة صحيحة القاهرة ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أوكسيجين نيتروجين هيدروجين أنا رح أختار إجابة خاطئة اللي هي مثلا النيتروجين الطالب أكمل الأسئلة والآن رح يرسل الإجابة إلى الأستاذ تم إرسال الإجابة لو الطالب يريد يجاوب مرة أخرى رح يطلع له يعني أنت تم الإجابة على هذا السؤال وما ممكنك تجاوب مرة أخرى رح أرجع إلى صفحة الأستاذ اللي أرسل الإجابة طلع له أدد الطلبة اللي جاوبوا السؤال رح يدخل إلى الكويس حتى يلاحظ النتائج مال الطلبة رح تدخل إلى نفس المكان وطلع عنده نفس السؤال رح تجي تكبس على إيدت إذا كبست على كويسشن رح تطلع على الأسئلة مالتك وإذا دخلت على responses رح تشوف chart بالاختيارات مال الإجابة يعني مثلا هنا كان عدد الإلكترونيك لأنه هو طالب 1.3% طلبة الإلكترونيك ما هي عاصمة مصر كم طالب رح يكون جاوب إجابة صح كم طالب جاوب بيروت كم طالب جاوب الرياض وهكذا وهذه هي الإجابة الخاطئة إذا تريد تأخذ قائمة بالطلبة رح نكبس على هذه الاختيار وحعمل create رح تطلع لقائمة بها قسم الطلبة ومن خلالها تقدر تحولها إلى Excel sheet أو يطلع لك الوقت والتاريخ الإيميل الدرجة مع للطالب أخذ 5 من 10 لأنه عنده سؤال صح وسؤال خطأ والإسم والقسم رح أترك هذه بعض الأساتذة إذا يريد يرسل النتائج إلى الطلبة يستنسخ هذه القائمة يرسلها لكن أنا ما أنصح بهذه العملية لأنه كثير من الطلاب يتحرج من أنه تعلن النتائج إلى زملائه فالطريقة أنه أعلم الطالب كم أخذ بالامتحان في هذا المكان رح أختار هذه العلامة setting وأجي إذا أنت ما حتجت الإيميل مع للطلاب كان ممكن منه تلغي هذه العلامة رح تجي إلى في هذا المكان كان الاختيار معنا release grade يعني أظهر النتائج أو الدرجات مع على الطلبة رح أحولها إلى هذا الاختيار immediately after each submission وأعمل save رح أرجع إلى صفحة الطالب وأشوف الطالب كيف رح يعرف النتائجة مالته هذا هو الطالب رح يكبس مرة أخرى على الكوز كان الكوز يعني أنت أصلا جاوبت بس ظهرت هذه العلامة view score يعني ممكن أنه تعرف الدرجة مالتك رح أكبس عليها طلعت أن الإجابات مالته أيها كانت صح أيها كانت خطأ وطلعت النتيجة مالته خمسة من عشرة لأنه كان عنده إجابتين واحدة صحيحة والأخرى خطأ شكرا لإعصائكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر